خد بالك وانت بتبص على ده في البعض ممكن يكون بينظر إلى أنه الرئيس يتابع باهتمام المشروعات الكبرى والوطنية والتحديث والمواني زي مثلا النهاردة المواني البرية والمواني البحرية الأراضي اللي بتتزرع المصانع اللي بتتفتح إلخ 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 الرئيس يتابع العملية السياسية بمنتهى منتهى الاهتمام طيب مين اللي أطلق الحوار الوطني؟ هل الحوار الوطني ده؟ أطلق نفسه وذاته بذاته يعني؟ لا اطلق الحوار الوطني كان من خلال إفطار الأسرة المصرية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم السنة اللي فاتت حلو؟ طيب ومين اللي أطلق تفعيل لجنة العفو؟ برضو فخامة الرئيس في نفس ذات اليوم وفي نفس ذات الإفطار طيب الرئيس أطلق الحكتين دول أو الكيانين دول علشان إيه؟ أطلق الحكتين دول علشان نقدر نخلق تفاهمات سياسية ما بين الأطراف والأقطاب معارضة كانت أو مولاة وحتى من قلب المعارضة خلي بالك أن المعارضة هتجد فيها أيضا طيارات يعني أنت هتلاقي معارضة من الليبراليين وهتلاقي معارضة من النصريين وهتلاقي معارضة من أقصى اليسار على سبيل مثال الحصر طيب وهتلاقي من ناحية تانية في المولاة أيضا المولاة هتلاقي داخل المولاة منهم من الطيار النصري وداخل المولاة منهم من اليساريين جدا قح وهتلاقي داخل المولاة أيضا لبراليين جدا قح طيب الهدف ايه الهدف هو فكرة الجنوس على مائدة للوصول الى ايه للوصول ان احنا نبدأ من بعد انتهاء المهمة بتاعة مجلس الامناء الاولى لانه عنده بعد كده بيكمل مهمته بقى في المتابعة والاشراف العام على الحوار طبعا لكن بعد كده هنلاقي بقى ايه الجلسات بتاعة اللجان واللجان النوعية واللجان الفرعية وما الى ذلك ايه الهدف من كل ده الهدف مش كل واحد يقول اللي هو عايزه وخلاص لا انه يتم بحث الناس اللي بتمثل بشكل ما الطيارات السياسية اللي موجودة على اختلاف منطلقتها الفكرية والايديولوجية ومناحيها السياسية ايا كانت منقشة كل ما يقولونه وما يعرضونه وما يطرحونه وبحث كيفية تنفيذه بما يتفق مع المصالح العليا دائما للدولة هل في دولة عشان انا عارف ان الجملة دي يقولك ايه هي المصالح العليا دي اللي بتقلقنا هو في دولة لا تفكر في مصالح العليا يعني هو الولايات المتحدة الامريكية بتفكر في حاجة اهم من مصالح العليا تبقى ايه او المملكة المتحدة او فرنسا على سبيل المثال وانت بتتبع اللي بحصل في فرنسا او المانيا على سبيل المثال واظنك بتتبع كويس اللي بيحصل في المانيا وأتمنى أنك تكون بتتبع ده بقوة وعن كثب وبرؤية حد جدا لكن هرجع وأقولك تاني علشان ينجح الحوار لازم 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 إخوانا الموجودين الآن في مربع المعارضة أنا بتكلم على الآن في مربع المعارضة في منا من كان معارضا ثم رأى من وجهة نظره على سبيل المثال أنه لا أنا مش شايف أنه هناك ما يدعو إلى معارضة حد بهذا القدر نستطيع جدا أنه إحنا نكون في الكفة الأخرى لسنا على يسار السلطة وإنما علي منها وارد كويس أو في أقل التقديرات نقف على يسار السلطة لأجل أنه إحنا قدر الإمكان نقدر نبقى شايفين المعارضة ماشية في أي اتجاه وفي نفس الوقت الحكم أو طبقة الحكم بتسير في أي اتجاه وتقريب وجهة النظر ده جزء بالمناسبة من مهام الحوار الوطني يعني فكرة أن تقترب وجهات النظر من بعضها البعض إلى أقرب حدود ممكنة لكن عشان ده ينجح تاني زي ما بقولك المطلوب إيه؟ طرح يعني ما ينفعش أبدا أقول مثلا أنه أنا مش حاسس أن الدولة بتحارب الفساد أيوة ليه؟ وإزاي؟ وقالياتك إيه لمحاربة الفساد؟ ده لازم يطرح ده هنا سؤال وعلمة استفهام تطرح للمعارض أو المعارضين المحترمين لا يوجد أي أزمة بالمناسبة أنا شايف مثلا وده أنا بقوله كتير جدا شايف مثلا أنه أليات الدولة في مسألة الإصلاح الاقتصادي غلط كلمة غلط في حد ذاتها هي الغلط بعينه لأنه علشان تقول أنها غلط أو غير مناسبة أو غير سليمة لازم تروح مقدم الطرح بتاعك في علاج الوضع الاقتصادي مثلا صح ولا إيه؟ مثلا أنا أرى أن الدولة لا تهتم بالتعليم فأنت تقول لي لا لو أنا معارض بقى لا ده أنا شايف أنه التعليم حتى يصلحوا حالي فلازم يحصل واحد اثنين ثلاثة أربعة طرح واضح لكن إن أنا قعد وأقول أنا مش عاجبني ومش عاجبني ومش عاجبني يقوم بعضه يا روح ولازم لازم المعارضة يكون وأنا أعتقد أنه في جانب كبير جدا منهم عندهم هذا النطج لازم نبقى عندنا نطج بما يكفي إن إحنا ما ننجرش تاني بقى ما ننجرش وراء اللي بنسميه في شغرانتنا كده يقول لك إيه أسئلة موجهة يعني أنا بسألك السؤال عشان نحدفك في حتة ما تتجرش بقى في كده ما تخليش حد يلعب بيك اللعبة دي أبدا أبدا غلط غلط ما تخليش حد ياخدك في حتته إحنا بتوع سياسة ولا مش بتوع سياسة بتوع سياسة يعني محدش بياخدني في الحتة بتاعته سياسة يعني جود بلايرز زي ما بيتقال